دفتحي ورحيله كبتاً هيأثر؟ لا ماشي أثر بشكل جيد خلال انت ما عندكش بطولات يا فروه انت خدت النادي لألي خلاص خد اللي هو عايزه او الكولر خد اللي هو عايزه من الحمد فتحي فبيدوله الفرصة ان هو يحترف بشكل كبير جداً خصوصاً بقابل مد كبير طبعاً انت النهاردة النادي لألي هيستفاد والولاد هيستفاد وبعدين ده تعود بالنفع على منتقب مصر لكن انت النهاردة لأ عندك البديل وعندك البديل الجيد عندك السلية عندك مراهن عطية عندك ديان لكن انت خدت من حمد فتح اللي انت عايز تخده فانت الفترة اللي جاي انت خلاص يعني الدوري كمان انت يعني خلصتهم من بدري انت ما بتفكرش في الدوري بقى ما انت ما بتفكرش مع السنة الجاي هتبتدي في تدعمات الفريق انت حاطت في دماغك اكيد النادي لألي مش هيمشي لعيب يا فاروق مش يعني الناس بتوعي تتكلمة هيأثر او ما هيأثرشي النادي لألي اكيد قدرة او المدير الفني قادرة بظلوف فرقته وعارفوا هيعملية والتدعمات السنة الجاي مخصوص ان يمشي لعيبة او ما يمشيش لعيبة كبتا يمكن هو التجديدين خاص بياسر و وحسن الشحات ورامي ياسر ورامي والعروض اللي ممكن تيجي لمحمد عبد المانا في التوقيت ده وممكن تكون بمبالغ كبيرة ممكن تكون اكتر كمان من حمد فاتح التفكير ممكن يبقى موجود هنا لأحمد عبد المانا بالرحيل انا انا نصرتك انا نصرتك يا محمود ابو الداب لو محمد عبد المنعم بالمستوى اللي احنا شايفينه بالشكل ده انا نصيحتي لي انه هو يحترف في اوروبا سيبك من المقابل المانا منفشر في اوروبا انا بقولك لانه محمد عبد المنعم لعيب كواس جدا وهيفوك كل المدفعين الناس اللي بتقعد بيعمل المقارنة لا محمد عبد المنعم لعيب كواس جدا عنده ثقة في نفسه الحاجة التانية يعني بيخلصه زاد زاد قوي زاد قوي وبعدين هو بيتعلم يا فاروق على فكرة حاجة كويسة انت لما بتنقضه على فكرة فيه فيه اوقات كتير جدا ان احنا بيجري عنفين لا انت بتنقضه عشان يتعاقل الاحسن لان انت شايف ان ده حرام ان انت عندك امكانات احسن من كده لو بطلت كنت العصبية وامكان هو بطلها بشكل كبير جدا بيركز بشكل كويس جدا بيقدر على فكرة هو صغير في السن لكن تحس انه فيه قائد انه هو بيتكلم بشكل كويس لكن محمد عبد مينام انا افضل الاحتراف الاوروبي لو جاله لو جاله عن اي دوق العربية لكن لو هيع التجديد الاتنين لو هيحترق قرصة فروض ما انا بقولك لو هيمش لو جالوا بقرار لو هيمشي للسعودية لا انا اتمنى البقاء له في النادي الاهل اكتر السعودية ما انا ممكن تبقى الفلوس جايسة برضه ماشي معه انت بس انت عاوز تنتجي بمستوى وهياخد فلوس برضه ويلعب في بطولة اوروبا هيلعب مع فرق قوية انا جايلي فلوس كويسة وهو نفسه جايلي فلوس كويسة هو بقى اللي ممكن يقرر اه اوروبا او ما هي دي رجبة اللعب لك انت بتدي نصيحة اه لان انت شاف ان محمد عبد مينام فعلا من احسن المدفعين وهيفوق بقعدي يعني محمد هيعدي كل المدفعين او كل السردبكات اللي لعبه في الحتة دي لانه هتقف حيث انه عنده سكة انه لما بيطلع حتى لما سمعنا في فيديو مصرب لصوت قط اللي ابس بقولك انا هجيب جون يعني ده انت يبين انه عندك قديه الثقة في نفسه فدي حاجة كويسة جدا حاجة التانية يا فروق في الجون بتاع الوداد ده بيتحرك كنه راس حربة انت عارف يعني انا انا لما رجعنا للجون تاني ان انت بيتحرك على القرائب اه طبع لازم اشوفها يعني العفريت اللي دخلها طبع كلنا شوفنا الكورة الكورة عشان سريع يا فروق على فكرة الكورة اللي هي بتبقى عاملة اسكرودي كروس كمان من معلول سريع وخوي وهو كمان اتحرك بسرعة ففمرة واحدة لقيتها في الجون لا وخلي بقى لك يعني ايا 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 في الوقت الجون في الوقت ده قاتل يعني كلمك بصراحة لا التحرك تحرك انت كنت راس حربة في الحاجات دي ان انت بتختف يا فروق انت محمد عب ميني مخطفها بشكل كويس جدا بس كلنا شوفناها يعني احنا كلنا شوفناها من جميع الزوايا يعني يا ما كانش مخفية ما تقلقش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة